السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي إن شاء الله تكونوا بألف خير فكما كنت لاحظوا معي اليوم إن شاء الله سنقدم لكم سباكيتي بواحد طريقة لي هي جدا مميازة وفي نفس الوقت بسيطة وبمضاق لي هو زوين زوين بالزرن فكنتمنى أن الفكرة دياليوم تعجبكم وكيف ديما ما تنسوش أنكم ديروا لي يا جيم وبالنسبة للناس لي ما مشتركينش يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالي فتابعوا معي الفيديو للآخر فغادي ندوزوا نقدموا المكونات إن شاء الله ديال هاد الطابق فالمكونات اليوم بطبيعة الحال عندنا سباكيتي القياس اللي غاديك فيكم بطبيعة الحال وعندي خيزة اللي قطعته أرقيق على هات الشكل والكوروم حتى هو مقطع رقيق والقرعة الخضراء اللي مقطع رقيقة بنفس طريقة وهاد الخضراء غادي نحتاجو لها في التوابل نسمع القاد الخرقوم نسمع القاد الإبزار نسمع القاد سكن جبير شوية ديال الملحة واربع ضامة البنة تاع البقري وغادي نحتاجو واحد شوية ديال الكفتة ونص بصلة اللي قطعتها تارقيق على هات الشكل وغادي نحتاجو لها التوابل نسمع القاد مسماع القاد الكامون نسمع القاد تحميره رسم العقاد الإبزار ورص طريقة الفص راب 9 وربيع قطع برمجل 같은데 وشوية ديال الملحة وغادي نحتاجو كدليك واحد الماطيشة غير واحدة تكون محقوكم حي دالت زرية وحد المعلقة صغيرة ديال ماطيشه معلقة ديال التحميره فص طريقةモتة حفظ تحميره نسمع القاد الخرقوم نسمع القاد الكامون قصبور و المعدنس كما لاحظتم انا فرقت قصبور و المعدنس بالنسبة للماتيشة و الكفتة كل واحد فيهم بالعطرية ديالهم بشكل كم الامور واضحة و بطبيعة الحال غادي نحتاج الزيت البلدية والرومية فهنا راني درت لما كيس خن و درت له غادي ندير فيه شوية ديال الملحة و واحد المعلقة ديال الزيت و غادي نحط فيه سباكتي ديالي تسلق فهي ما كتتاختش بزاف ديال الوقت فغادي نردها على جنب و ندوس باش نكمل تحضيرات متاع هذا الطباق فكما عودتكم دائما فالطباقي جيد بسيطة في نفس الوقت ركا تكون بنينا فكنتمنى انكم تجربوهم فهذا بغادي ندوس فكما كنت لكم عندي الخضرة ديالي اللي قطعتها رقيقة على تشكل في المقلاء انا سخنت واحد شوية ديال الزيت الرومية والبلدية فكندير فيهم ديال الخضيرة فكتشحر غير شوية كالطرخة فما كان طيبوهاش بزاف غير كيدخلها الطياب وكنطفيو عليها وكنضيف لي هاد العطرية اللي ذكرت معكم في اللول مع اربعة دامة ديال البنة ديال البقري وكنخليوها كتشحر مزيان فرا هاد الخضرة كتجي من السماء مزيان وكتجي بنينة فكنتمنى انكم نديروها فكين الناس اللي ما كيزعموش انو ميخلطو الخضراء مع اللي بات فرا كيجيو غزالين بزاف وفي نفس الوقت صحين فكنخلطوهم وكنخليوهم كيتشحروا ويركيدخلوهم طيبوهما كنخليوهم شايته طيبو بزاف كيبقوشة ديال فورما ديالهم فساعة ساعة نحركوها فهنا راني درت سباكيتي على جنبك الطيب فكينما لحتو غير كتر خالي ديال الخضراء وكنحس بها دخلها الطيب فكنكتافي بدك القدر ففي نفس المقلاء انا ضفت ساعة وثاني شوية نزيد البلدية والرومية ونضيف نصف بصلة وتشحر ونضيف اللعطرية ونضيف عطرية التي قمت بها في الأول ونضيف البصلة وتشحر وتزيد العطرية على الكفتة فنشحر البصلها مزيان حتى اتصاد طرخة فاركت جي هاد لصوز زوينة بزاف فكنتمنى انكم نجربوا سوف نخلط مع هذه العطرية مع الفصل الثومة والقصبور والمعدنس ونشكل منها كورات صغر فكنتمنى انكم نجربها بنفس الطريقة رهكات جيزوية بزاف وديك الكفتة مع الفصل الثومة كي يعطيها واحد المذاقلي ومميز فكنتمنى ان الفكرة ديالي البسيطة تعجبكم كما كنقلكم ديما في الطباق ديالي جيد بسيطة وفي نفس الوقت تره المذاقرة كي يجي مميز فان خلي هذه البصل الثومة تشحر مزيان عاد باش كنضيفة لها ديك ما طيش اللي حكيتها وحيت لها الزريعة كما كنقلكم ديما ديك الزريعة كنحاولو اننا نقصوها ما امكالي انها يكا تحمض لنا لصوس كتر من اللقياس فدابا غادي نضيف لها العطرية ديالي مع دك معلقة ديال ما طيشاد الحك والقصبور والمعدنس فانا فرقت العطرية لكل مكوين ديالي باش الامور تكون واضحة فغادي نشحر هذا بمزيان ومن بعد غادي نضيف لها ديك الكفتة اللي شكلتها كويرة صغار فاركة توجد في واحد الوقت اللي هو وجيز ما كتخش بزاف ديال الوقت وكما كنت لكم هذا اللاسوس كجيزوي هنا مع ديك البصيلة كما كنت لكم البصيلة كما كنت لكم البصيلة استعملت غير نصف البصيلة نصف البصيلة صغيرة اللي شلطتها رقيق وما طيشة وحدة اللي حكيتها في الحكاكار رقيقة وضفت لها معلقة ديال طماطم المركزة والعطرية وفص ديالتومة فدبا من بعد ما تشحرت لي هذه الصوس نضيف لها ديالتومة وضيف لهذه الكويرة كما لكم تبقيها للاسوس فاكتبه بالصفيته نضيف الخضراء نخلط كل حتى نسجم اضافة 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 الكل اضافة 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 ان تجربة طريقة ايجاب اضافة اضافة اطلق اشتركوا وشكرا لكم ونخليكم مع الصورة النهائية ديال الطبق ديالنا ديال اليوم اللي هو عبارة على سباكتي بالخضر والكفتة ونشكركم بزاف على المتابعة ديالكم وعلى تشجيع ديالكم وعلى التعليق ديالكم اللي كتفرحني بزاف وتيكون هذا هو شكل نهائي وإلى اللقاء وشكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة